موسيقى أهلا بكم لا جديد يذكر سوى التراجع وهو العنوان الأبرز للليرة السورية أمام العملات الأجنبية كافة والذي أمامه اختار مصرف سوريا المركزي التابع للنظام ركوب ذات الاتجاه ومحاولات الاقتراب من سعر السوق السوداء في مسعى لكسب أموال الحوالات والمنظمات ليسجل سعر الصرف في نشرته الرسمية 12600 ليرة سورية ما اعتبره متابعون أنها سياسة توازي التعويم من دون أن يكون بإعلان رسمي نتابع التقرير ثم نعود للنقاش يتسارع الهبوط حينا ويستقر عند مستويات معينة حينا آخر هذا ما يمكن قراءته خلال متابعة تذابذبات قيمة الليرة السورية مقابل الدولار حيث يواصل مصرف سوريا المركزي التابع للنظام سياسة الخفض التتريجي للليرة مقابل الدولار الأميركي ليصل تخفيض قيمتها اليوم إلى أكثر من 315% منذ بداية العام الجاري وفي تقرير نشره موقع تلفزيون سوريا فإن هذه السياسة المالية التي يتبعها النظام سعيا لتضييق الفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء في ظل أزمة اقتصادية طاحنة ومعدلات تضخم غير مسبوقة آخر ما قام به المركزي هو رفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي للحولات والصرافة إلى 12.600 ليرة للدولار في حين سجل بالسوق السوداء قرابة 14.000 ليرة سورية متابعون لوضع الليرة السورية اعتبروا قرارات خفض قيمة الليرة المتتالية تعويماً جزئياً للعملة كونه لم يشمل إلا الحوالات الخارجية التي تعد من أبرز مصادر دعم الاقتصاد في مناطق النظام إذ يعمل المركزي على جذب المواطنين للتحويل عن طريقه عبر إصدار نشرة يومية لمرعاة تقلبات السوق السوداء وتقليل الفجوة بهدف توفير النقد الأجنبي للنظام الذي يعاني من شح احتياطي النقد الأجنبي بسبب العقوبات الغربية لكن ورغم سعي النظام من خلال هذا القرار لاستجرار الحاولات المالية من المغتربين في الخارج ومن المنظمات الإنسانية إلا أنه في حال تدفق الدولار مع عدم وجود زيادة في الإنتاج فذلك سيدفعه لطبع مزيد من الأموال ما سيؤذي لانخفاض قيمة الليرة مجدداً وغالباً ما تشهد أسواق مناطق سيطرة النظام تخبطاً وغلاءاً بالأسعار بعد صدور كل نشرة جديدة برفع سعر صرف الدولار من مصرف سوريا المركزي إذ يلجأ التجار وبايع المفرق لرفع الأسعار أو حجب البضائع وسط إقبال للشراء من المواطنين الذين يخشون ارتفاعاً فاحشاً في الأسعار خلال الأيام القليلة التي تعقب قرار رفع الصرف ينضم إلينا من اسطنبول الباحث الاقتصادي فراس شعبو مرحباً بك سيد فراس يعني لو أبدأ معك بهذه القرارات التي بدأنا نشهدها بشكل مكثف بالفترة الأخيرة وهي محاولة البنك المركزي لرفع سعر الليرة أمام الدولار والمضاربة ربما على السوق السوداء إلى أين تصل اليوم وكيف تراقبها تحية طيبة وأسعد الله مساءكم يعني موضوع تحرير السعر الليرة ليس بجديد يعني منذ عام 2016 تحدثت دوريد درغام الذي كان في تلك الفترة حاكم مصرف سوريا مركزي أن المصرف المركزي سوف يلجأ لخطوة متسارعة بشكل أكبر للتعويم الغير الرسمي أو ما يسمى التعويم المدار يعني التعويم بتدخل حكومي طبعاً كانت السياسة نوعاً ما بطيئة لا توازي السوق السوداء بالمطلق كان هناك فجوة كبيرة ما بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق السوداء منذ بداية عام 2021-2022 تم تغيير السياسة وبدأ سعر الصرف الرسمي يوازي تقريباً بنسبة 10 إلى 15% من سعر صرف السوق السوداء الغاية منها هي جذب الأموال وتحويل الأموال أو الدولارات إلى أروقة النظام الرسمية طبعاً يجب أن ننوه هنا فقط أن سعر 13 ألف أو 12 ألف وثمانمية هو فقط للحوالات أما التعامل والمعاملات اليومية في الداخل السوري بالسعر الرسمي الآخر الذي يمكن أن يتجاوز 11 ألف وخمسمائة على ما أعتقد هذا السعر وأيضاً هناك سعر اليو إن وسعر الشركات والصرافة وسعر المصارف هذا الأمر يجعل هناك حالة تلبك وحالة ضياع وحالة تشتت يعني هناك مشكلة بنيوية أصبحت لدى الاقتصاد السوري ناتجة عن فقدان الثقة بالعملة ناتجة عن تغير الكبير في أسعار الصرف ناتجة عن التضخم ناتجة عن تدخل السلطة بالاختصاد يعني اليوم النظام مستفيد بشكل كبير جداً من عملية الدولرة التي تحدث في الداخل السوري هو بحاجة إلى الأموال هو سيطر على قطاع التحويلات في الداخل السوري التحويلات لعبت دور كبير جداً في إنعاش الاقتصاد كما لها دور مهم في إنعاش الأسر والعوائل كان لها دور مهم أيضاً في دولرة الاقتصاد ولو بشكل جزئي وأيضاً تأمين مدخول للنظام اليوم من يسيطر على سوق الحوالات هو النظام بأركانه بأزلامه بميليشياته هم الذين يقومون بالعمليات قبض الدولار وإعطاء ما يقابلها بالليرة السورية المشكلة اليوم في سوريا هناك أصبح ازدواجية القياس يعني هناك وحدة قياس مزدوجي التقابض يتم بالليرة ولكن التسعير يتم بالدولار يعني صحيح التقابض قد يكون بالليرة ولكن السعر الحقيقي هو بالدولار يعني عندما يقوم أحدهما ببيع السيارة فالتسعير يكون بينهما بين التاجر البائع والمشتري بالدولار أما التقابض قد يكون بالليرة السورية أيضاً الكارثة أن النظام ساهم أيضاً في زيادة عملية الدولة من خلال فرض رسوم مسعرة بالدولار يعني لم يقل لك أن رسم الدخول إلى سوريا هو خمسين ألف قال لك هو 100 دولار بما يعادلها من سعر الصرف في اللحظة هذا سعر الصرف يتغير شهريا أو يوميا وبالتالي هو ربط المداخل الدولة بأسعار الصرف أيضا المؤسسات الحكومية في الداخل النظام وزارة المالية البلديات غرف الصناعة والتجارة قامت بالتسعير على أساس الدولار ولم تقوم بالتسعير على أساس الليرة السورية اليوم أصبحت الضرائب وفرض الضرائب على أساس ما يجنيه المواطن وما يجنيه التاجر مقومة بالدولار وليس بالليرة أيضا تقويم الضرائب على العقارات بالقيمة الرائجة للعقار وليس بقيمة الدفترية كما كان في السابق هذا بالمجمل ساهم في انتشار الدولار بالإضافة إلى وضع الأمني ووضع الاقتصادي المتهالك أن الشعب يلجأ إلى الدولار بشكل كلي وسحب العمليات في سوريا اليوم هناك ما يسمى دولارة المعاملات دولارة المعاملات بشكل كلي وقد نصل إلى مرحلة الدولارة المالية أي تقييم الأصول والالتزامات للشركات بالدولار قد لا تكون رسمية مئة بالمئة ولكن هناك اعتراف شبه داخلي جزئي كامل بهذه أعمالية الدولارة طيب دكتور فرس كونه بدأت الحديث عن هذا الموضوع وعن طريقة التعامل اليوم بالأسواق ومقارنة كل شيء بالدولار هل بات اليوم وقع الموضوع أفضل من السابق يعني سابقا كان هناك تخوفات الحديث عن الدولار حتى اسم الدولار كان هناك تخوفات منه هل بات الموضوع أكثر سهولة كون بعض المعاملات اليوم تتم بالدولار تسليم أصلا الجوازات بالدولار كما ذكرت يعني بيع الممتلقات العقارية والسيارات بالدولار هل بات الموضوع أكثر سهولة من السابق أم ما زال هناك تخوفات ومشاكل أمنية على من يتعامل بالدولار ليس أكثر سهولة ولكن هناك أبواب تدعوها رجال النظام لعمليات الارتزاز وعمليات السطول المالي هذا للأسف ما يجري في سوريا اليوم التسعير إذا أردت أن الدولار ممنوع والحديث بالدولار ممنوع ولكن إذا أردت أن تدفع بدل فهو بالدولار وإذا أردت أن تشتري بطاقة طيران فهي بالدولار يجب أن تسلمي دولار إذا أردت أن تستوردي يجب أن يكون هناك دولار هذا نوع من التلاعب وأن هناك دولة قانون ولكن فعليا لا يوجد قانون هناك تقابض بالدولار هناك دفع بالدولار التسعير بالدولار عندما سمحت الحكومة للشركات أو المصانع باستجرار النفط من الخارج من أين سوف تستجرار النفط هذه الشركات؟ من الطبيعي أنها سوف تحصل على الدولار من السوق السوداء هي بشكل غير مباشر سمحت للقطاعات السورية بالتعامل بالدولار ولكنها تركت الباب موارب قليلا حتى تستطيع ابتزاز أي تاجر أي صناعي أي مواطن إذا تعامل بالدولار وبالتالي يمكن لنا ابتزازه وامتصاص جزء من أمواله هذا ما يجري في سوريا اليوم العملية الدولار هي منتشرة بشكل كل النظام يدرك أركان النظام بحد ذاته هي من تتعامل بالدولار والرشاوي أصبحت بالدولار والذهب هم تطوروا أيضا مع الوضع الاقتصادي وتلائموا مع الحالة الاقتصادية أصبحت الرشاوي والمحسوبيات تدفع بالدولار وبالذهب أيضا أو بالعقارات لم يتعود الليرة السورية حتى لدى أركان النظام مقبولة بسبب انخفاض قيمتها وصعوبة تنقلها والتعامل فيها لذلك أصبح اليوم موضوع الدولار هو موضوع مطروق أصبح لدى الشعب حال من أن عدم المبالاة لا بسعر الصرف أصبح الشعب اليوم تتحدث عن مواطن وصل رتيبه إلى 20 أو 15 دولار يعني إن أصبح 10 دولارات لن يساهم وإن أصبح 20 دولار لن ينقزه من الضنك أحد مسؤولي النظام قال أنه يجب أن يكون راتب الموظف السوري أو أن يزيد راتبه بنسبة 500% ليعيش حد الكفاف 500% يعني كم يجب أن يكون راتب الموظف وهل فعلا هذه الزيادة منطقية؟ ستيارة أنا كنت في سوريا وتوظفت في أحدى وزارات الدولة فترة من الفترات كان الحد الأدنى للرواتب يعني يتجاوز 120 دولار أو 150 دولار هذا الحد الأدنى للرواتب هذا في عام 2006-2007 يعني عندما نتحدث اليوم عن خمسة أضعاف وستة أضعاف فنحن نتحدث عن ما كان الحد الأدنى للأجور في عام 2005-2006 وبالتالي عندما نتحدث عن زيادة رواتب يجب أن تكون الأرقام يعني ليس بالمئات قد نتجاوز الملايين يعني خمسة أضعاف أو سبعة أضعاف أو عشرة أضعاف الملايين يعني اليوم المواطن حد الكفاف يحتاج إلى ستة ملايين ونصف عائلة متوسطة هذه ستة ملايين لا يستطيع أن يؤمن منها سوى مبلغ مئة أو مئتين ألف من الحكومة إذا كان هو موظف حكومي قطاع الخاص الوضع أفضل قليلا وليس كثيرا يعني يمكن له الحصول على مبلغ أربعمائة أو خمسمائة ألف ولكن الكارثة هناك فجوة كبيرة ما بين الدخل وما بين الإنفاق الإنفاق يعني يستنزف المواطن السوري وهذا الاستنزاف ليس لحظي هو متزايد بشكل مستمر يعني الأسعار ترتفع الدولار يرتفع عندما يعود الدولار الأسعار لا تعود عندما يعود الدولار للارتفاع الأسعار تعود للارتفاع مرة أخرى يعني التأثير مزدوى التدخل الحكومي لا يوجد حالة كارثية بالنسبة للمواطن يعني عندما نناقش الوضع في سوريا كثير من البلدان فيها الوضع الاقتصادي سيء يعني حتى لبنان لا نتحدث عن لبنان في هذا الوقت هي اليوم في وضع غير مسبوك ولكن عندما كانت قبل سنتين أو ثلاثة الليرة فيها منهارة إلى هذا الحد كانت الناس تستطيع أن تتحرك على الأقل كانت يعني التعامل بالدولار طبيعي هل المشكلة اليوم هي سعر الصرف والتعامل بالدولار والتعويم وما تحدثنا عنه سابقا أم هي سياسات الحكومة يعني ما الذي يجب أن يفعله البنك المركزي أو أن تفعله الحكومة لتترك الناس يعيشوا بسلام حتى لو كان الوضع الاقتصادي سيء المشكلة الاعتبار أن سعر الصرف هو المشكلة في الاقتصاد سعر الصرف هو أحد مؤشرات الاقتصاد وهو معبر عن حالة اقتصادية معينة وليس هو يعبر عن الاقتصاد بشكل كلي هناك الناتج محل الإجمالي، دخل الفرد، معدلات النمو، البناء التحتية، القدرة الاقتصادية، قدرة على التصدير، ميزان المدفوعات هذه كلها تأخذ بعين الاعتبار أما السياسات الحكومية صدقا ستيارة قبل الثورة هناك حالة تهالك وحالة تراخي في السياسات الاقتصادية سواء كانت المالية أو النقدية بسبب التغلغل ما بين أو سطوة رجال السلطة على الاقتصاد وبالتالي كانت السياسات الاقتصادية ترسم لدعم فئة على حساب بقية فئات الشعب يعني من يقود الاقتصاد هي نفسها الفئة التي تسيدر على الاقتصاد ومن يتحكم في الاقتصاد هي نفسها الفئة التي تسن التشريعات وتضع القوانين وبالتالي نشأ ما يسمى القطة الرأسمالية والمحسوبين على النظام والرؤوس الأموال المغمورين الذين أصبحوا فجأة عبارة عن كيانات اقتصادية حساسة في البلد وبالتالي اليوم لا يوجد لا أحد يستطيع أن يقدم حل لإنقاذ الوضع السوري أو الاقتصاد السوري المشكلة متراكمة المشكلة هيكلية هناك تشوه بنيوي في هيكلية الاقتصاد هناك تداخل ما بين هذه السلطة وما بين الاقتصاد وبالتالي هذه السلطة قائمة على الفساد تستنزف الاقتصاد لا يمكن لها تقديم أي رؤى طبعا إذا اعتبرنا أن المصرف المركزي يرغب المصرف المركزي هو عبارة عن أداة وليس مستقل كما هو معهود المصرف المركزي هو أداة تستخدمها أذرع النظام للاستفادة من مقدرات الشعب السوري فقط وليس له القدرة على التدخل وليس له القدرة على تحديد أي سعر أصلا هو مؤسس فقط يقوم بعدم الاعتراف بأسعار الصرف السوقية وإيجاد أسعار صرف رسمية فقط محاولة الاستفادة من كل شيء كما ذكرت بالبداية موضوع جوازات السفر موضوع المغتربين موضوع الحوالات واختلاف تسعير هذه الحوالات سواء كانت عن طريق الأمم المتحدة أو حتى حوالات شخصية والتدخل بها من الأمور التي سمعنا عنها هو تسريع تسليم جوازات السفر هناك بعض الرؤى تقول أن تسريع جوازات السفر بالنسبة لحكومة النظام هي تعني الدفع بالناس إلى الخارج وأخذ الأموال بشكل أسرع يعني كانت في ناس سوف تأخذ جوازاتها بشهر 12-2024 قالوا لهم في شهر السادس هذا بالنسبة للجواز العادي فكيف تقرأ هذا الموضوع هل هناك وجهة نظر اقتصادية تجاهه أم هو فقط دفع بالناس للخروج يعني بالنسبة للنظام الموضوع الجوازات هو أحد موارد أحد مصادر الدخل بالنسبة للنظام وهو يحاول استفادة من هذا المصدر أما عن الأسباب الأخرى الغير اقتصادية قد يكون هناك سبب ديمغرافي قد يكون هناك التخلص من الأعباء السكانية التخلص من المطالبات وبالتالي الدفع بالسكان للهجرة لحصول على التحويلات يعني لا ننسى موضوع التحويلات يعني موضوع هام جدا وبالنسبة للنظام للنظام قبل الأفراد وشريان حياة يعني التحويلات والمنظمات الدولية هذا طبيعي اليوم في هذه الدول يعني كثير من الدول عندما تعاني من مشاكل تلجأ لي استغلال مصادر الدخل هنا وهناك طبعا هذه مصادر الدخل سوف تكون على حساب المواطن ولكن لنكن واقعيين يعني اليوم هذه الجوازات أو المصادر التي تأتي من هنا وهناك ومن هذه الرسوم هي لا تستطيع بناء دولي هي عبارة عن جزء من احتياجات الدولة لا نستطيع أن نقول أن الجوازات ذلك الرقم الخيالي الذي يسهم في دعم الاقتصاد لا نستطيع أن نقول أن الرسوم التي تأخذ على الدخول والخروج إلى سوريا ذلك الرقم الكبير الذي يمكن أن يؤثر في الاقتصاد السوري قد يستفيد منه جزء أو جزء يسير جدا ولكن أنت تحتاجي الاقتصاد إلى دولة إلى مكنة اقتصادية شديدة لا يمكن لها ببضع ملايين من الدولارات أن تقوم هذه فقط تفكير ميليشيوي وليس تفكير دولي ليس تفكير مؤسسات البحث عن الفتات وترك مفاصل الدولة وتأجير وبيع مفاصل الدولة الحساسة والكينات الاقتصادية المهمة في البلد الرابحة عندما تتحدث عن النفط عن الغاز عن الفوسفات عن الحدود عن الموانئ عن المطارات هذه هي الوارد الدولة الأساسية وليس عبارة عن الدخول وخروج ورسوم هنا وهناك وبالتالي إذن هذه الجملة نستطيع استعمالها هذه الرسوم لا تبني دولة فعلا صدقت أحد التصرفات أيضا اللي نوهت لها أنه اليوم يتم التصرف بطريقة ميليشيوية كان هناك حديث عن وهو على سبيل المثال أذكره هدم لمول بيك فايف بدمشق اليوم كنت أشاهد أن الخبر تم تراجعاً موضوع الهدم وسيتم الاستيلاء عليه من قبل المحافظة وبالمناسبة هذا المون ملكيته تعود لبلال نعال وهو نائب بمجلس الشعب ورجل أعمال صحيح عملية تصفي قد تكون أو قد تكون عملية لم أسمع بالخبر ولكن شاهدنا اليوم النظام يحاول ابتذاز رجاله أركانه يحاول السيطرة عليهم أيضا تخيلي استيارة اليوم في حلب أنا على الطلاع إذا أردت أن تقوم بإصلاح بيتك لم يتعرض إلى الدمار تريدين إصلاحه يجب أن تحصل على رخصة من البلدية قيمة الرخصة مليون ليرة سورية أنت تتحدث عن طلاع أما أن أردت أن تقوم بإعادة أعمار أو ترميم فيالة كارثة هذا ما يجري اليوم في سوريا لا أحد طبعاً ليست هذا الرقم عبارة عن قد تكون بضع دولارات ولكن بالنسبة للمواطن السوري هو راتبه عبارة عن ستة أشهر وبالنسبة للبلدية هو دخل الفكرة كيف دولة تريد للسكان العودة والاستقرار والإزدهار وهي تمنعهم من الإصلاح إلا بمقابل مادي وهذا المقابل المادي لا ينعكس المشكلة الضرائب تفرض لتحسين أو الرسوم تفرض لتحسين واقع اقتصادي وواقع معيشي في سوريا هذا الأمر تفرض الضرائب والواقع المعيشي إلى الوراء تفرض الرسوم وتزاد الرسوم والواقع المعيشي إلى الأسوأ على العكس تختفي الخدمات يعني لا يوجد خدمات يصبح ولكن تدفع على هذه الخدمات هذه هي الكارثة في سوريا لا يوجد دولة مؤسسات حقيقية لا يوجد دولة قونون يوجد دولة أفراد هم الذين يتحكمون يسيطرون يخضعون الأفراد أو يخضعون مؤسسات الدولة والمؤسسات الاقتصادية اللي ستوطيهم فقط يعني قبل 2011 كان يقال أنه أي مشروع يريد أن يفتح أي حركة بدك تعملها بسوريا يجب أن تأخذ موافقة أمنية اليوم يجب أن تأخذ رخصة وتدفع عليها يعني هذا هو السيناريو اليوم أمام السوريين سواء قبل 2011 نحن كنا قبل ما نتزوج يعني إذا كنا نريد الزواج في سوريا يجب أن نأخذ موافقة أمنية هذا الأمر كان موجود في سوريا أو موافقة تجنيد ما بالك إذا كان الأمر على استثمارات واليوم أصلا كنت أذكر أن الموضوع بدأ قبل كان موافقة أمنية اليوم ضرائب وأموال وفساد يعني يستشري أكثر من السابق أخيرا أختم معك تأثير الحرب في غزة على الاقتصاد السوري هناك من تحدث عن ارتفاع في جديد في أسعار الخضروات الفواكه تنكت زيت الزيتون اليوم كنت أشاهد سعرها مليون ونص ليرة كذلك رفع سعر ربطة الخبز المدعوم قيل أنه أكثر من مئة في المئة صحيح نحن قاربين من الحدث وسوف نتأثر بما يجري في غزة اقتصاديا على الأقل نحن نفسيا وروحيا وخلاقيا متأثرين جدا ولكن حتى اقتصاديا قد يساهم الموضوع في زيادة الأعباء كون أن المنظمات سوف تتجه الدعم سوف يتجه الطلب سوف يزيد على بعض المنتجات وتتجه إلى الأخوة في غزة وهو أمر طبيعي ولكن المنظمات سوف تحاول الحصول على الموارد من الدول المجاورة والدول المجاورة هي سوريا لبنان الأردن مصر هي أكثر قربا بسبب انخفاض التكاليف وسهولة تأمين هذه الاحتياجات والتالي من الطبيعي أن يتأثر على الصعيد الاقتصادي حتى على صعيد الدعم المنظمات على الدعم المنظمات والمؤسسات المجتمع المدني سوف تتأثر أيضا أن جزء كبير من التمويلات والمنح التي كانت تحصل عليها هذه المنظمات قد تتأثر أو تنخفض نتيجة أزهور احتياجات أشد ضراوة في غزة شكرا جزيلا لك فرس شعب البحث الاقتصادي كنت معي من اسطنبول مشاهدين أفاصل قصير ونكون بعدها بمحورنا الثاني من الثلاثاء الاقتصادي ترجمة نانسي قنقر